اشتركوا في القناة إلى وحدتها أقرب وإلى عزها وظفرها ونصرها وتمكينها أدنى ولربها أطوى وله أخلص ومع دينه أصدق اللهم أمين هذه الأمة المرحومة إخوتي وأخواتي التي إنظرت إليها من بعض الزوايا رأيت أن الخير فيها كثير 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 ما يحدث الآن في المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يستذر الدموع من المآقي تقشعر له أبدان الصادقين عشرات ألوف بل تجاوزوا المئة وخمسين ألفا يأتون من كل حدب وصوب على أنهم معنتون مجهدون مخوفون مفزعون يبتسمون للموت يبتسمون للسجن والأسر يبتسمون للإنهاك والعذاب ما الذي يعطيهم كل هذه الطاقة كل هذا الإخلاص كل هذا الحماس صدقهم في محبة دينهم شعائرهم أقصاهم الذي أسأوا الله بأسماء الحسنى وصفاته العلا بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تكون هذه السنة هي الأخيرة في أسره وأن يتحرر بعد ذلك إلى يوم القيامة اللهم أمين بفضل الله وجبروته وقهره وعزته لا أحب أن أطيل عليكم إخوتي وأخواتي لكن كلمة سريعة في الخبر الذي تعلمونه جميعا لو تعلموا أمتي ما في رمضان لتمنت أن يكون العام كله رمضان وإذ لم يقدر الله ولم يسعف الشرع بأن يكون العام كله رمضان إلا أن هناك ما يمكن أن يقربنا من هذه المزي العالية الفاضلة أن نكون كأننا دائما في رمضان فبالله يا إخواني هيا نتواصى وأنا أولكم وأصاركم هيا نتواصى أن نستصحب أن نستصحب وأن نستبقي وأن نستدوم بعض الخير الذي أسعدنا به الله تبارك وتعالى في رمضان في غير رمضان أسعدنا الله ويا لها من سعادة والله نسأل الله حسن القبول أسعدنا الله بأن نصلي الجماعات في رمضان إلا يكون في المساجد ففي بيوتنا المغرب العشاء الفجر جماعات ربما بعض الناس فعل هذا لأول مرة في حياتي لما لا نستدوم هذا في غير رمضان مع أزواجنا مع بعض أولادنا حين يتوافرون نفعل هذا باستمرار ولو إيه ولو كنا إثنين أنت وآخر معك صلوا جماعة اتركوا هذا في بيوتكم ثم النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أرشد إلى أن من صام شهر رمضان المكرم هذا وصام إليه ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صامت دهر إذن يصبح الدهر كله رمضان ما هي هذه الأيام الثلاثة التي تصام؟ إنها أيام الليالي البيض الليالي التي يبيض فيها أفق السماء لماذا؟ لأن القمر يوشك أن يصير بدراً تم ليلة الثالث عشر ليلة الرابع عشر ليلة الخامس عشر أيام الليالي البيض لو صمنا هذه الأيام الثلاثة من كل شهر ها أيها الإخوة كأنما صمنا هذا على الأقل نصوم إن شاء الله بعد ذلك ثلاثة أيام بعض الأحباب بعض أخوة زادهم الله توفيقاً وتزديداً ومعونةً يصوم كل إثنين وخميس على أنه يصوم الثلاثة الأيام إلا ما يدخل فيها إثنين وخميس أفضل وأفضل ثم القرآن العظيم يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن والله نخجل والله نخجل من كلام ربنا يا إخواني هذا هو العلم الأول والعلم الآخر النسخة الجامعة الله يتحدث إليك كيف تأجره كيف تطيب نفسك بأن تأجره تقريباً عاماً كاملاً كان لك معه جولات موفقة وطيبة وصحبة مباركة مرتجاة مقدورة ومشكورة في هذه الأيام الطيبة من رمضان ويا لي الزواهر لماذا لا تستبقى هذه الصحبة في غير رمضان ختمته في رمضان عشر مرار خمسة مرار ثلاثة مرار اختمه في غير رمضان مرة في كل شهر جزء الجزء يا إخواني حين ترتله ترتيل حسناً يتقاضاك بين العشرين والثلاثين دقيقة أما إن حذرت به حذراً فلا يتقاضاك أكثر من خمسة عشر دقيقة كثير هذا؟ خمسة عشر دقيقة طبعاً أنا متأكد أن معظمنا يقضي يومياً ما لا يقل عن ساعتين في تصفح النت صحيح؟ والدعايات الفارغة والكلام الباطل واستهزاء بعض الناس بالبعض ما هذا؟ قرآن فأسأل الله لو لن نطيل عليكم حتى لا تصبح موعظة لكن على الأقل نستبقي ثم الصدقات فككت يدك الحمد لله صدق الله إيه؟ يعني برًا وعطاءً وصدق وخيرًا وكرمًا وجودًا ونوالة اجعلها أيضاً أي مفكوكة في غير رمضان ولو بالشطر ولو بالروع ولو بالخمس تصدق كل يوم ولو بالقليل والمسلمون فيهم معاويز ومحويج كثيرون حول العالم استقبل كل صباح بصدقة ولو حتى بثنين يورو بثلاثة يورو أربع يورو كم تستطيع كل يوم بصدقة وضعها عندك في حصالة حتى إذا اجتمع لديك شيء طائل أرسلته إلى الجهة المعنية الناس الذين يحتاجونهم في العراق في الشام في فرسطي في أفغاستان في أي مكان المسلمون محويج هنا في كل مكان إن شاء الله لماذا؟ النبي قال بادروا وباكروا من التبكي من الصباح صال الفجر وتصدق كما في حديثة يبكر في مسلم بالصدقة لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يدفع بالصدقة سبعين بابا من البلاء أخيل لنا أزواج وأولاد يعني مستهدفون للبلاء في أنفسنا في أزواجنا في أبنائنا في بناتنا في قرباتنا الإنسان مستهدف دائما للبلاء والمصائب مكر كل يوم بالصدقة ولو حتى خمس يورو ثلاث يورو يدفع الله بها عنك سبعين بابا من البلاء منها البرس والجذان وسيئ الأسقام أسأل الله لي ولكم والمسلمين والمسلمات في العالمين كل خير وكل قبول حسن وكل عام وكل رمضان وأنتم وأمتنا بألف خير إن شاء الله تعالى تقبّغ الله مني ومنكم صالح العمال ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة